أكدت الحكومة أن قانون ممارسة العمل الأهلي يهدف إلى الإصراع في إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقاً للائحة التنفيذية للقانون جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مع ممثل 59 منظمة أجنبية في مصر حيث شاركت بعض المنظمات عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك تحت عنوان آفاق جديدة للشراكة جمعنا فيه لقاء دولي ضمن 130 مؤسسة دولية ما بين منظمات دولية ومنظمات أمم المتحدة أو السفارات وكان لقاء فعال جداً تلاه بعد كده يعني لقاء مع 72 جمعية أهلية محلية واليوم نبدأ بشكل فني بقى الانطلاقة يمكن المرتين الأولين كنا بنستوضح بيهم نصوص اللائحة وما هي المزايا التي جاءت بها وما هي الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات وعواقب عدم الالتزام أما اليوم فكنا على مشارف إطلاق الموقع الإلكتروني اللي قاعدت بيانات موحدة للجمعيات الأهلية أول قواعد التنظيم هو تنظيم المعلومات وتنظيم التواصل مع الجمعيات الأهلية والمحلية والدولية ولذلك إحنا إن شاء الله في سبيلنا لعمل منصات منصة محلية ومنصة دولية لعمل خط ساخن بيستقبل جميع الأسئلة الخاصة بالتسجيل أو بأي مادة من مواد اللائحة شكرا